التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتم في مبنى المديرية رئيسة وعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب وبينا الحواتم أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها الهدفة لتعزيز الخدمة الأمنية والإنسانية والارتقاء بمستواها في مختلف الوحدات والتشكيلات لافتا إلى وضع إطار عام للعمل في مختلف الواجبات لإنفاذ القانون بعدالة وحزم وبما ينسجم أعلى معايير احترام حقوق الإنسان من جهته أشد رئيس لجنة الحريات العامة النائب عبدالله أبو زيد بالجهود المستمرة والحثيثة لمدرية الأمن العام في شتى المجالات وحرصها التام على إنفاذ القانون دون محابة مع إلاء تطبيق مبادئ حقوق الإنسان جل الاهتمام أثناء إنفاذ الواجبات أكد رئيس وعضاء الوفد النيابي أن لجنة الحريات من خلال متابعاتها لمست مدى حرص المديرية على تطبيق القانون بعدالة وفق أعلى معايير حقوق الإنسان